اشتركوا في القناة جاءت موافقة الملك المغربي محمد السادس على هذه الخطوة خلال اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الملكي في الدار البيطاء وبات على وزارة العدل انتسر على تنفيذه بينما احيل الملف الى المجلس العلمي الاعلى لابداء الرأي وزارة العدل تضع على موقعها الالكتروني شروط ممارسة مهنة العدول مهنة العدول في بلداننا تسمى وظيفة الكاتب بالعدل يقوم العدول عادة بتلقي الشهادات توثيق العقود وغيرها من الوكالات منح المرأة مجالا لتقلد المناصب القضائية هي مسألة حساسة بنسبة لعلماء المغرب التيار السلفي خصوصا هنا نقرأ لابو حسن الكتاني على فيسبوك قوله اذا بقيت الامور على هذه الحال على ما هي عليه فكونوا على يقين ان المساواة في الارث مجرد وقت هنا يشير الى النص القرآني ان للذكر مثل حظ الانثين ادريس الكمبوري الباحث في شؤون الدنيا قال في تصريحات لصحيفة هاسبرس المغربية ان الخطوة تدخل في سياق نوع من الاجتهاد الفقهي الحديث في التعامل مع قضايا المرأة سناء العاجي الكاتبة الصحفية والمعلقة المغربية تتساءل دابة الان المرأة تكون قضية وموثقة وخى نعم اي نعم باللهجة المغربية ولكن عندكم مشكل اتمارس مهنة العدول تتساءل بودن محمد يغرد على تويتر قائلا اخيرا بامكان الاخوات الدارسات للحقوق والشريعة ممارسة مهنة العدول وتوثيق العقود وايضا لدينا نور الدين لشكر العروسي يقول باسم الدستوري والمساواة لماذا لا يقدم السلطان محمد السادس على تأنيث عدول اليهود بالمغرب ام الشريعة اليهودية مقدسة والمواطنة بالمغرب درجات